كما أكد مجلس الشيوخ أن البيان الذي قدمه عدد من الدول أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إذا مسار حقوق الإنسان في مصر ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية وتناول الملفات التي أشار إليها بسطحية كما تناولت دعاءات بأبارات فطفاضة لا وجود لمعناها العام على أرض الواقع أضف المجلس في بيانه أن الدولة لم تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب إلا ضد من ارتكبوا بالفعل إجرائم إرهابية بوصفها المتفق عليها عالميا ولم تطبقها على أي من الفئات التي ادعى البيان أنها طبقت على أفرادها إذ لا يوجد محام ولا صحفي ولا حقوقي قيد الحبس ما لم يكن قد ارتكب جريمة تبرر ما اتخذ ضده من إجراءات سواء عبر محاكمة عادلة أو تحقيقات يجريها قضاء مستقل تمام الاستقلال عن السلطة التنفيذية بدليل أن البيان لم يذكر حالة محددة يصدق عليها ما وصفه وأوضح المجلس أن الدولة تحدثت مراراً أمام جميع الجهات التي تدعي ذلك بأن عليها أن تثبت شيئاً مما ادعته وأكدت أنه لم يدرج على قوائم الإرهابيين إلا من ارتكب جريمة إرهابية بمفهومها العالمي كما أكد المجلس بصفته جزءاً من السلطة التشريعية أن الدولة كفلت الحرية لوسائل الإعلام قانوناً وعملاً ولم يثبت أن يأتقل شخص واحد أو حوكم لرأي أبداه ولم يحجب موقع إعلامي يعمل بشكل شرعي شدد مجلس الشيوخ على حق الدول الصديقة في الاهتمام بالشأن الداخلي المصري لما للدولة المصرية من ثقل سياسي على المستويين العالمي والإقليمي ولما تلعبه من دور في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة إلا أن هذا الاهتمام يجب أن لا يتخذ ذريعة لكي للاتهامات التي لا تستند إلى حقائق ولا تبنى إلا على مجرد ادعاءات تخالف الواقع وتنقلب إلى تدخل في الشأن الداخلي لدولة مستقلة بما يخالف ميثاق الأمم المتحدة اشتركوا في القناة